بسم الله الرحمن الرحيم نكمل بقى في الدفعات المركبة خدنا الجملة خلاص وشفنا اذا كان الجملة جات مباشرة او في تعامل اكتر من مرة داخل السنة ناخد بقى الوجه الاخر بقى للجملة اللي هو القيمة الحالية انا بدفع اقصاد بدفع سيارة وجيت فجأة بعد سنتين قلت لها مش هكمل الخمس سنين انا هدفع دفع مبكر هنا البنك لازم يحسب لي حاجة اسمها قيمة حالية او خصم خلاص اللي هي الخصم اللي هي القيمة حالية اللي انا هدفعها بعد الخصم يعني طب هناك الجملة كان الرمز بتاع حكتين ياما اس ان يعني جملة فايدة مركبة عادية ولو حطت على الاس دي نقطتين قلناها هتبقى فورية وقلنا الفورية بتجي من العادية ان انا اضرب العادية دي ايه بتاعت العادية في الاس بتاعت العادية اللي انا جبتها في واحد زائد اي او اخو نتجت العادية كلها على بعض اضربها في واحد زائد اي نفس المبدأ موجود في القيمة الحالية اي ان اسمها قيمة حالية لدفع ديها مؤقتة لمدة N من السنوات كويس نستخرجها من الجدوم مركبة زي ال-A دي موجودة في العمود الخامس بس دي شيكلها مختلف عن ال-S أنا عندي أي جدول I مثلا أي I قلنا أول عمود اسمه N تاني عمود اللي هو بتاع أول درس اللي هو داب الأول تاني عمود اللي هو الجملة تاني عمود اللي هو قيمة حالية بتاعت مبلغ واحد تالت عمود ال-S N الجملة بتاعت اللي خدناها الفيديوهات اللي فاتت المرات دي بقى هنا اللي هي العمود الخامس من أول N 1 2 3 4 5 فنفترض هنا في I 10% وN عند 20 أمشي لغاية هنا أجيب القيمة دي القيمة دي كلها موجودة في الجدول أيوة طب ايه القيمة الشكلها غريب دي هي دي القيمة الحالية لدفع مركبة 1 ناقص 1 على 1 زائد I طب حد فاكر ال-S كانت إي عشان نقارن بس ال-S كانت كده كانت 1 زائد I قص N الأول وبعدين ناقص 1 على I لما عكست حطيت ال-1 الأول ال-1 زائد I دي بقت تحت يعني 1 ناقص فيه كسر بعد الناقص اسم 1 على 1 زائد I وإحنا كابتوح رياضة بقى في حاجة في الجبر ظريفة جدا أنا ممكن أكتب ده لو أنا عايز تخدم القيمة بقى بسرعة أنا قلت لك يعني إيه الحاجات اللي فيها خبرات رياضية كده هديها لك على جنب برا شغل الكتاب شوية عشان نعرف نشتغل إزاي اللي عايز نشتغل أسرع طبعا دي حاجة يا حرية شخصية يعني دي يعني أضف إلى معلوماتك زي ما نقول كده من حقي أكتب الكسر ده كده يا شباب واحد زائد I أس سالب N على I يعني أكيني كتبت الجملة بس معكوسة وعكست ال-N حطيتها بالسالب يعني إيه يعني؟ يعني من حق أطلع الكسر ده الفوق وأعكس أشارة القس ده حاجة في الجبر يعني أي رقم واحد على خمسة ده من حق أكتبه خمسة أو السالب واحد حقي كده مش عايز خلاص هي تقدر تعوض عنها كده بس هتبقى صعبة شوية في الأل حزمة لأن كلها أقواس وكده أو ريح دماغك خالص والجداول اللي هتبقى معك في الكتاب أو في الامتحان تطلع القيمة دي كلها محسوبة أوتوماتيك في الجدول في العمود الخامس قدام ال-N اللي حضرتك فيها في المسألة فالدفعة اللي عليها تضرب الدفعة القيمة حلالة العادية تضرب الدفعة في A-N اللي هتطلع من الجدول من العمود الخامس طب لو الموضوع فوري الفوري اسمها إيه نقطتين برضو كويس إيه نقطتين يا شباب إيه نقطتين بتيجي من الإيه اللي من غير نقطتين برضو تعمل إيه تضرب المبلغ في الإيه اللي من غير نقطتين في واحد زائد I برضو زي ما عملنا في ال-S بالضبط يعني نفس المبدأ أيوة نفس المبدأ يعني طب في طريقة أسرع أنا ممكن أجيب الفورية كده أجيب كل قيمة العادية اللي أنا جبتها أضربها في واحد زائد I يبقى ما فيش اختلاف عن درس الجملة بس عشان نفرق مع بعض في المسألة هو طالب جملة ولا قيمة حالية فتيجي نشوف هنا المثال ده بيقول لي إيه شخص بيضع ألف دولار أدي المبلغ أو الدفعة لمدة خمسة وعشرين سنة نشوف بقى في حاجة جواه السنة أقول لأ بمعدل حداشر في المية أدي الآي احسب القيمة الحالية نفس البيانات موجودة كانت في مسألة الجملة بس هنا بيقول لي إيه أحسب القيمة الحالية اللي هي إيه إذا كان الإداع آخر وإذا كان الإداع أول يبقى هنحلها مرتين التفريق بتاعنا أو الترجمة بتاعت الأرقام بتاعتنا إيه بألف N25 I في حداشر مفيش أي قلق في المسألة ولا تعاملات أكثر من مرة داخل السنة يبقى البيانات بتاعتنا عادية في حالة العادية أضرب الدفعة في القيمة دي القيمة دي طلعها من الجداول المالية عند الجدول اللي هو I بإحداشر في المية أقف عند ال N اللي هي كان بـ 25 وامشي لغاية العمود الخامس اللي هلاقي فيه العلامة دي أمشي كده ألاقي قيمة N على بعضها موجودة في الجدول المباشرة واحد يقول لي طب أنا ما محبش أستخدم الجداول أنا كمان على فكرة شباب كدكتور يعني أنا محبش أستخدم الجداول هذا الرجل بتاع رياضة معايا ألا حسبة أعرف أستخدمها طب واحد يقول لي طب أنا محبش أستخدم الجداول أعمل إيه قوله أعمل كده اضرب الألف في 1 ناقص 1 على 1 زائد أي اللي هي 11% قص 25 كل الكسر ده على أي اللي هو 11 من 100 يبقى 1 دي 1 إيه دي 1 ناقص دي 1 ناقص خلاص 11 من 100 تقدر تدخل كل ده على الألة هيديك نفس الرقم لا لا هو 8 4 2 1 أنا أنا بقل في استخدم الألة وواثق من النفس يشتغل بالألة على طول أنا خاف أستخدم أنا عن نفسي خاف أستخدم الجداول أنا نظري مثلا مش مش مساعدني ممكن أنقل الرقم مش بتاعه أو أختار العمود الرابع بدل الخامس يبقى ضيعت المسألة لا الألة الحسبة مضمونة يبقى الإيه إن دي فكتها كده يا جماعة واحد ناقص 1 على 1 زائد i قص n على i ولو عايز دي أتبقى يعني محترف رياضيات بدل ما تكتب الكسر بالشكل ده كتبه كده 1 في 1 زائد i والسالب n على i جرب في البيت كده اللي أنا بقوله لك ده كله هيطلع نفس الرقم ده يبقى تعب نفسي ليه بقى وعد أبص في الجدول هو الجدول بس إيه بعرفنا الناس اللي تعبت قبل الآلة الحسب القيمة حلال فورية بتيجي من العادية أضرب الدفعة في ال a i طب اللي هي بنقطتين دي عشان أشيل النقطتين أروح ضارب اللي من غير النقطتين اللي هي دي اللي هي دي في 1 زائد i نفس المبدأ يبقى لوقتي الالف في اللي أنا طلعتها من الجدول 8 و 4 من 10 في 1 زائد i يدينا الرقم ده طب أنا برضو عودتكم أن أنا بحب الطرق الأسرع طب يبقى ممكن يبقى بقى إيه الفورية تساوي العادية كلها اللي هي النتيجة النهائية للعادية اللي الحكومة حالية كلها 7 و 4 و 5 أروح ضاربها في 1 زائد اي اللي هي 1 زائد 11 من 100 مباشرة تديني دي على طول من غير بقى لإيه الكلام المفصل ده بس لازم نعرف ده بص مدام عرفت خلي عندك مبدأ في الرياضيات الرياضيات دي ممتعة لما تعرف تفهمها كويس تعرف بقى السكة أولا الرياضة دي بحر بحر كبير جدا ما تعرفلوش اتجاه يعني يمينش ما قالوش آخر البحر ده فأنت لما تفهمها كويس هتقدر تعدد طرق الحل وأنا بتديلك اللي متاح عندنا في الكتاب وبرضو الحاجة اللي لو انت فهم 100% ان شاء الله تقدر تسرع حلك بيهز طيب ناخد مثال كمان احسب القيمة حالية اللي دفع نصف آه آفة فارمل 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 عدوس فرامل كده نصف يعني مرتين بالبلدي كده مبلغها ألف كويس كل نصف سنة لمدة أربع سنوات في الأربع سنين راجل شافني كل نصف سنة يعني شافني مرتين يعني كده اللي اني بقت بتمانية على طول بقى سلم عليك مرتين في السنة يبقى في أربع سنين سلمت عليك تمن مرات بمعدة بس خلي بالك بقى من لعبة دي 3% عن كل نصف سنة يعني بقولك وانت جاي لتسلم علي مرتين في السنة كل مرة هديك 3% مدتكش التوتل بتاع الاي وقلتلك السمهولي على النصف سنوي مقولتلكش المعدل 6% سنويا يضاف مرتين لأ قلتلك عن كل عن كل يعني المعدل جاهز وهنا ناخد بالنا قوي من الخدع في الألفاظ في الرياضة المالية فالدفع طبعا هنا قال لي لدفع نصف سنوية كويس مبلغها 1000 دولار كل نصف سنة والمدة 4 سنوات هنا ما ذكر ليش دفع عادية والفورية ايه اللي خلينك تبتع عادية اذا لم تذكر الدفع اذا لم يذكر نوع الدفع تعرف كده عرفيا ان تكون عادية ده عرف سائد عندنا في الرياضة المالية طيب قلنا كل نصف سنة يعني مرتين في السنة يبقى الان بقيت بتمانية الاي ما اتحركتش المعدل حقيقي ليه لانه عن كل يعني كل اقول لك كده وانت جاي لي مرتين هتديك كل مرة تلاتة يعني جهزها لك يبقى القيمة الحالية العادية ايه اللي هي دفعة المبلغ او المبلغ بتاع الاست في الان اللي انا اطلعها على طول من الجدول بتاع التلاتة في المية اقف عند جدول التلاتة في المية في العمود الخامس عند ان بتمانية اجري على العمود الخامس اللي هو فيه ان اشوف القيمة بكام هتطلع سبعة وتسعتشر من الف او يا جماعة افك اقول ايه الف برضه انا بحب الطرق السريعة في واحد ناقص واحد على واحد زائد تلاتة من مية قس اه ان اللي هي تمانية على تلاتة من مية واحسب بالاله الديني برضه نفس القيمة ودي هي قصة اه الدفعات بتاعة الجملة والقيمة الحالية المؤقتة اللي هي الجزء الاولاني فيه الخريطة اللي انا قلتهلكو في اول هذا الباب ولو كان فيه متسع من الوقت احنا التوصيف بتاعنا ماشي في اللي احنا قلنا ده فيه جزء اللي هو بقى بتاع المؤجلة والدائمة ممكن ناخد عنه فكرة ولو سريعة عشان لو تعرضت لها في حاجة حتى لو خارج المنهج وان شاء الله نشوفكم في فيديوهات قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته